تتهاني أم لثلاث بطلات نور الهدى بقت بطلة العالم في التأديف تحت سنة 23 سنة وأميرة وتسنيم برضو بطلات إيه كمية الجهد والمسابرة اللي أنت بسحطيه وراء دعم الثلاث بنات الثلاث بطلات دول ده سؤال شخصي ليس سؤال سكريبت يعني الأم ما بتصدق تخلص امتحانات وتتطمن على البنات والولاد أنت بقى دخل التحديات دي معهم على طول احكي لي الحديثة إزاي هي الحكاية بدأت من هم عندهم لسه ثلاث سنين أو أربع بدأنا مع كبيرة أميرة وكان فيه في نادي سبورتنج عندنا في اسكندرية مدرسة توجيه الرياضي ثم بقى السباحة توجهنا للسباحة وبعدين خدوا طريقهم يعني بيتطوروا دخلوا مدرسة سباحة براعم بقى إنا دخلوا بطلات هم لقوا نفسهم هم حسوا أنهم يعني دايما نقول الرياضة بالنسبة لبناتي ونرغضين عموما يعني بتبقى زي ما احنا كده ما نستغناش عن الأكسوجين هم ما يقدرواش يتخيلوا نفسهم من غير رياضة من غير رياضة يعني احنا بدأنا معهم سكة كده وهم خلاص عجبتهم مكملين بس هي الرياضة احنا مستمرين فيها ويعني عايزة أقول أن احنا خضعين لرغبتهم نتيجة أن هي عمل لهم حاجات كتير في حياتهم من الزمالهم وقتهم أنا حايزة أقول لك حتى الدراسة نفسها استيعابها هي كرياضية بحس طبعا بشتغل في مجال تدريس يعني خصائية الطالب اللي عندي في المدرسة اللي بيلعب رياضة استيعابه في الحصة مختلف عن الطالب العاية عن اللي مش بيلعب رياضة تنظيمه لوقته أنا عندي بطولة بجهز لها أنا عندي امتحان بجهز له أنا امتحة زاكر أنا مسافر بطولة وهحضر نفسي للبطولة ده كخصائية اجتماعية وكأم ده يخص تكوين البني آدم نفسه يطلع هو عنده استعداد كده ولده له علاقة بالأب والأم الاتنين يعني طبعا حضرتك عارف أن البيئة بتأثر بشوفهم مهات وقبات كثيرة ويعود يضعفوا على يال لازم تلعبوا للراضة لازم تلعبوا رياضة وليعلمة في الآخر ما بتكملش لا دايما بقى في النقطة دي أقول يعني ادي لهم كذا مجال رملهم كذا مجال وفي الآخر هتلاقي هو نفسهم يعني دايما أقول بس ادعموهم زقوهم وهم يختاروا يعني كل واحد فينا سبحان الله ربنا خلاهنا مختلفين هم دايما بالناس بتكلمك وتهنيكي بالبنات وببطولاتهم أقول لك ايه هم بقى لما كنت حضرتك اللي بتتكرمي مبارع البنات يعني؟ ايوه لا البنات كانوا فخورين جدا الحمد لله المرادة تليفونات دات لكنتي بشكل مباشر بقى مش على إنجازاتهم أم عليكنتي ايوه صح؟ تمام مظلوح ترجمة نانسي قنقر